الأطفال هم غراس الحياة قطوف الأمل قرة العين زهور الأمة حقيقة سماهم الله سبحانه وتعالى بمسميات كثيرة جدا ومسميات رائعة جدا فقد سماهم الله سبحانه وتعالى بالبشرى فقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا فسماهم الله تعالى بالبشرى وهم فعلا بشرى رائع وجميل لنا أيضا سماهم الله تعالى قرة العين قرة العين فقال الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان الله عندما نرى الأطفال لا نعرف من يعطي الآخر حنانا هل نحن نعطيهم الحنان أم نأخذ منهم الحنان قرة العين المحبة والمودة هم الأطفال بعض علماء التفسير عندما يقف في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بعض العلماء يقول أن هؤلاء المودة والرحمة يقصد به الأطفال بين الزوجين زينة الحياة الدنيا في جمال أصواتهم وصخى بحركاتهم وضجيج أصواتهم يلعبون الله يقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فهم بالفعل زينة أيضا سماهم الله تعالى هبة يقول الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وفي موضع آخر وهبنا له يحيى وفي موضع آخر وهبنا لداود سليمان لاحظوا هذه المسميات الجميلة التي تتكرر وهناك غير من المسميات الكثيرة في القرآن الكريم